تعتبر من أشهر الدول الإسلامية المستقلة في بلاد المشرق على الإطلاق فإليها يرجع الفضل في الانتشار الحقيقي للإسلام في بلاد الهند دولة نجحت في توسيع ممتلكتها وتوطيط نفوذها والحفاظ عليه لحوالي قرنين من الزمان إنها الدولة الغزنوية فإيه هي قصة الدولة الغزنوية؟ أهلا وسهلا بكم أصدقاء قناة التاريخ الجامعة معاكم محمد محمود النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن واحدة من أهم وأشهر الدول الإسلامية المستقلة في المشرق الإسلامي واللي كان ليها دور كبير في نشر الإسلام وأعلاق راياته وهي الدولة الغزنوية وترجع بداية ظهور الدولة الغزنوية إلى القائد التركي ألبتكين واللي تولى منصب حاجب الحجاب للأمير الثماني عبد الملك بن نوح وكان ألبتكين صاحب شخصية قوية عرفت بالمروءة والشجاعة وكان ليه كلمة مسموعة في البلاط الثماني لدرجة إنه كان بيتدخل في عزل الوزراء وتعينهم لكن بعد وفاة الأمير عبد الملك بن نوح وقع خلاف قوي بين الأمير الثماني الجديد منصور وبين ألبتكين واللي أدى إلى تمرد ألبتكين على الدولة الثمانية فاتجه إلى مدينة غزنة واستولى عليها وجعل منها عاصمة له وقعد ليه واللي نسبة إليها اتسمت الدولة الثمانية بهذا الاسم ونرجع إلى الأمير منصور الثماني اللي ما سابش ألبتكين في حاله وبعت له جيش للقضاء عليه لكن أحد قوات ألبتكين وهو سبكتكين تمكن من هزيمة الثمانيين عند مدينة بلخ واللي من بعدها فشله في القضاء على ألبتكين والتقلص منه نهائيا كما بدأ نجم سبكتكين ينمع عند ألبتكين وبدأ ألبتكين يتفرغ في جهاده ضد الكفار في بلاد الهند ونشر الإسلام فيها فدخل معاهم في معارج كتير انتهت كلها بانتصاره لحد ما توفى أثناء جهاده هناك سنة 352 هجرية الموافق 963 ميلادية وتولى حكم غزنة من بعده أحد قادته وهو الأمير بري واللي تنازل عن السلطة السبكتكين سنة 367 هجرية بعد اجتماع قادة الجيش والأمراء عليه لما شافوا فيه من المرؤة والشجاعة وحصن السيرة والحكمة وهنا يبدأ ظهور الدولة الغزنوية على إيد مؤسسها الحقيقي الأمير سبكتكين اللي نجح في كسب ثقة الجميع سواء كانوا أمراء أو أهالي فعظم أمره بينهم وزيع سيته ونجح سبكتكين انه يقيم علاقات طيبة مع البلاد المجورة دي الأمر اللي أدى إلى اقتناع الفليفة العباسي به وبحصن إدارته للبلاد فبعت له تقليد رسمي بولايته الشرعية للدولة الغزنوية ونجح سبكتكين بعدها انه يوسع ممتلكاته وحدود دولته إلى أن توفى سنة 387 هجرية لكن قبل وفاته عهد بولاية العهد من بعده لابنه الأصغر إسماعيل الأمر اللي أغضب ابنه الأكبر محمود فانقلب على خوه وانتصر عليه واستولى على الحكم وبدأ محمود الغزنوي ابن سبكتكين واللي كان معروف بقوة الشخصية وحصن الإدارة في تأمين ممتلكاته وتوسيع دولته فحارب كل من حوله من الأمراء وانتصر عليهم ففي عام 389 هجرية استولى على خرصان وأعمالها بعد هزيمة السامانيين وأقام الدعوة فيها للخليفة العباسي كما نجح أيضا في مد نفوذه إلى بلاد ما وراء النهر فقضى على سلطة البويهين في الري وهزم السلاجقة كما نجح أنه يتواجل بقواته في بلاد فارس وفي عام 407 هجرية استولى على منطقة خوارزم بعد هزيمة أهلها عقابا لهم على قتلهم لأمرهم خوارزم شاه أبو العباس مأمون واللي كان زوجه أخت السلطان محمود وأحد رجاله وعمل السلطان محمود أيضا في القضاء على الفرق الضلة زي الرافضة والقرامطة وغيرهم إلا إن أعظم إنجازاته على الإطلاق هي الغزوات اللي شنها على بلاد الهند ونشر الإسلام فيها والمعروف إن بداية ظهور الإسلام في الهند كان في عهد الدولة الأموية لكن الانتشار الحقيقي للإسلام هناك تم في عهد الدولة الغزنوية واللي بدأوا ألبتكين ثم سبكتكين لحد ما تولى السلطان محمود الحق فشن حملات قوية على بلاد الهند واستولى على مدنها ونشر الإسلام فيها ففتح ويهند والسند ونكركوت وكشمير وحطم كل الأصنام الموجودة فيها وأمر ببناء المساجد وفي عام 416 هجرية اتجه إلى مدينة كاجرات وفيها صنم شهير جدا اسمه سمنات وهو صنم مقدس عند الهنود وقرر إنه يهدم الصنم ده علشان يثبت للهنود كذبت دعاقهم ويرجعهم عن عبادة الأصنام ودخولهم في الإسلام وبالفعل دارت معرقة قوية بين الطرفين انتهت بانتصار المسلمين وتخطيم صنم سمنات وهدم معبده وبكده تمكنت الدعوة الإسلامية وانتشرت في بلاد الهند فعهد السلطان محمود الغزنوي وتوفى السلطان محمود سنة 421 هجرية فاجتمع كبار رجال الدولة على اختيار الأمير محمد الإبن الأصغر للسلطان خلفا لي الأمر اللي أغضب الإبن الأكبر مصعود واللي كان وقتها خارج غزنة في مدينة أصفهان فقرر العودة إلى غزنة الأمر اللي أربك كبار رجال الدولة فبعتوله رسالة بسرعة يعتذروا فيها عن اللي بدر منهم وفعلا تولى الأمير مسعود حكم الدولة الغزنوية واللي بدأ على طول في بناء وتعمير دولته وتوسيع ممتلكاته لكن كان يؤخذ عليه استماعه للوشاو الدسسين الأمر اللي دخلوا في العديد من المشاكل واللي نتج عنها في النهاية إلى أن تم القبض عليه من قبل رجال أخوه محمد وتم قتله في السجن وتولى الأمير محمد الحكم بعد مقتل أخيه مسعود فبعت رسالة إلى ابن أخوه موضود بن مسعود واللي كان والي على خرصان بيعلموا فيها بمقتل أبيه على يد أبناء أحمد بن يلتكين لكن موضود عرف أن اللي قتل أبوه هو ابن عمه أحمد بن محمد فبعت رسالة إلى عمه بيتوعدوا فيها هو وابنه وبالفعل اتحرك الأمير موضود على رأس جيشه واشتبك مع عمه في معرقة قوية جدا انتهت بانتصاره وادخوله إلى مدينة غزنة وانتقم من كل اللي تأمره ضد أبوه فأعدم جزء منهم وسجن الجزء الثاني وتوفى الأمير موضود وجه بعد منه عدد من الأمراء الضعاف اللي عجزوا في الدفاع عن ممتلكات دولتهم ضد السلاجقة واللي نجحوا في احتلال أجزاء كبيرة منها وعلى رأسها مدينة خرصان إلا إن أحد الأمراء الغزنوين دول وهو الأمير إبراهيم بن مسعود نجح إنه يوقف عجلة انهيار الدولة فعقد اتفاق مع الأمير السلجوكي داود بن ميكائيل ابن سلجوك على إنهم يوقفوا الصراع اللي بينهم وكل واحد منهم يكتفي بحكم اللي تحديق ديه واستمرت الدولة الغزنوية في الانهيار والضعف لحد ما جاه الأمير الغزنوي بوهرام واللي حاول إنه ينقذ الدولة بدوره لكنه اصطدم بملوك الغور فدخل معهم في صراعات ونزاعات قوية جدا لحد ما توفى فتولى الحكم من بعده ابنه خسر شاه واللي ورس عنه صراعاته مع الغوريين وفضلت الصراعات دي موجودة لحد ما تمكن الغوريين من طرده من غزنة والاستلاء عليها فهرب خسره إلى مدينة لهور واستقر فيها لكن القوات الغورية فضلت تلاحقه لحد ما تمكنت من القضاء عليه هو وابنه بوهرام شاه التاني سنة 555 هجرية وبموتهم بتنتهي الدولة الغزنوية اللي حكمت حوالي قرنين من الزمان هسيب لكم مصادر الحلقة تحت في الوصف ياريت لو عجبكم الفيديو اعملوا للايك وشير وما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الإشارات الجديدة من قناة التاريخ الجامع أشوفكم على خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة